يلا بينا نجهز أوردر لعميلة واثقت فينا وعرفتنا من الفيديوهات على المنصات المختلفة عندنا على كل المنصات فيديوهاتنا اللي هو الريفيوهات بكل أمانة وكمان شكل الحاجة متصورة بشكل كويس على قد ما بنقدر يعني ميطلعها بشكل كويس دي السلسلة اللي احنا شفناها قبل كده مع بعض اللي هي كانت بطأ أوزة حسب ما انتم بتقولوا طبعا طلبت المجموعة دي اللي ألام من فلورمار النون الأبيض واللون الجلد واللون اللي هو ندي على بربل أو بنفسجي طلبت كمان روج سحري روج السحري ده عسل جدا جدا كمان طلبت التوك بتاعة الشعر طلبت دي طبعا كل حاجة بتتغلف بتتحط في الكروت كمان بتبقى جميلة جدا التوك بتاعة الشعر من الحاجات اللي طلبتها وعجبتها جدا طلبت دي وطلبت دي الشكلين دول ليها طبعا كمان طلبت المسكرا هو كان أوردر دلع شوية وطلبت الهاند ماسك هاند ماسك ده يعني عسل بيرطب الإيدين وبيخلي إيدين نعمة وجميلة حلوة جدا كمان المسك الأحلى والأحلى اللي هو دي بيرفاينج المسك اللي بيطلب مني في كل ده أوردر تقريبا من الحاجات الجميلة جدا جدا بتنظف البشة وتنظيف عميل مسك الرجلين برضو من التقريبا المسلمات في كل أوردر وبيطلب كتير جدا الناس كتير ها بتحبوا بيعمل تأشير في خلال أسبوع أو أسبوعين للرجلين وبيخليها نعمة زين البيبي كمان طلبت استمبة الضوافر اللي بتعمل فرنش في فيديو توضيحي لها وكمان طلبت فرشة المساج بتاعة الشعر اللي بتعمل المساج وبتحفز فاروة الراس كمان طلبت ملح حليب الإمراض من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعمل تفتيح للبشرة بتاعة الجزب بتعمل سكرابينج وبتشيل جلد الوزة وبتشيل كل حاجة وحشة طلبت كمان ماسك دكتور راشال اللي هو بالأرجان بصوا ده شكله هو عبارة عن شيت موسك تمام ممكن تستخدميه أكتر من مرة وبتسيبيره وبعساعة زي حمام كرين كده بس حاجة من الحاجات الممتازة جدا هو بالأرجان أيل بيعمل يعني تغذية للشعر هو ستيم هير موسك يعني بيعتمد ان المكان اللي انت بتبقي فيه اللي هو الشعر طبعا هيكون في ستيم يعني اللي هو بخار من الحاجات الجميلة جدا وبحت تعجبك جدا للعناية بشعرك طبعا هنحط لها هدية طبعا بنحط هداية كاندز يعني وبس الأهم في الهداية اللي هو كريستل آي ماسك ده اللي هو بيعمل ترتيب للعينين حلو جدا جدا يا جماعة من الحاجات اللي بتدي نتيجة حلوة وبس كده بعد كده هبقى أصور لكم الكاندز والحلويات اللي بتحط مع مع الأوردر يعني بتبقى حلوة للأطفال وبتبقى جميلة يعني بتعجبكم جدا يعني بس أنا نسيت أصورها المرة دي والأوردرات اللي فاتت معلش يعني المهم اللي عايز يطلب الأوردرات دي أو حاجة زيها يعني يتواصل على اللينك اللي موجود في البايو أو الرقم اللي موجود في العنوان هتواصل معاكم خدمة العملاء يرشح لكم أنسب حاجة لكم وكل حاجة ويتواصل معاكم قبل الأوردر وبعد الأوردر بس كده